شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والله صلي على محمد وآله محمد فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور حول موضوع إحياء الشعائر المهدوية ونتحدث بإذن الله تعالى عن هذا الموضوع ضمن محورين المحور الأول لماذا إحياء الشعائر المهدوية والمحور الثاني كيف يتم إحياء الشعائر المهدوية أولاً وقبل كل شيء لماذا إحياء الشعائر المهدوية المنتظر؟ عجل الله تعالى فرجح نحن نستقبل في الأيام القادمة ذكرى ميلاد المنقذ الذي تنتظره البشرية كلها ونحن ينبغي علينا أن نحتفي بهذه الذكرى فلماذا ينبغي علينا الاحتفاء بهذه الذكرى بشكل خاص ولماذا ينبغي علينا الاحتفاء بالشعائر المهدوية بشكل عام؟ نذكر في هذه العجالة ثلاثة نقاط النقطة الأولى أحياء الشعائر المهدوية يمثل مظهراً من مظاهر المودة في القربة أنتم إذا راجعتم تاريخ الأنبياء العظام على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام لا تجدون في تاريخ أي نبي من الأنبياء أنه طلب أجراً من قومه القرآن القرآن الكريم يستعرض هذه الحقيقة في حياة جملة من الأنبياء نبي الله صالح جاء إلى قومه وتحمل ما تحمل من الآلام في تبليغ رسالات الله وإنقاذ البشرية ولكن كما يقول القرآن الكريم كان شعاره وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين نبي الله نوح شيخ الأنبياء على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام جاء وتحمل ما تحمل من الآلام والمتاعب وكان شعاره كما يحكي القرآن الكريم وما أسألكم عليه من أجر نبي الله شعيب جاء وبلغ ولم يسأل الناس أجرا كما يحكي القرآن الكريم نبي الله لوط أيضا كذلك نبي الله هود أيضا كذلك شعارهم جميعا كان وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وهناك رواية مروية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تضع هذه الحقيقة في إطار كلي شامل الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول كما في أمالي الصدوق وكما في عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه وما بعث الله نبيا هذه الكلمة تشمل جميع الأنبياء المبعوثين إلا أوحى إليه ألا يسأل قومه أجرا لأن الله يوفي أجور الأنبياء الأنبياء ينتظرون الأجر من الله سبحانه وتعالى ولا ينتظرون أجرا من قومهم ولكن في تاريخ جميع الرسالات الإلهية هناك استثناء واحد وهذا الاستثناء تمثل في شخصية خاتم الأنبياء محمد النبي محمد خاتم الأنبياء أعظم الأنبياء هو الاستثناء الوحيد في هذه القاعدة الكلية طلب الأجر وتمثل هذا الأجر الذي طلبه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في شيء واحد فقط وهذا الشيء هو قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هذه الآية آية عظيمة وتدل على عظمة مقام المودة في القربة والشأن العظيم الذي تحتله قضية المودة لأنها جعلت الأجر الوحيد لأعظم الرسالات الإلهية أعظم رسالة إلهية الرسالة الخاتمة الأجر الوحيد الذي ينتظر في قبالها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة طبعا هناك آية أخرى تكمل لنا هذه الصورة وتقول ما سألتكم من أجر فهو لكم هذا مثل واحد إذا أردنا أن نمثل مثل واحد يروح إلى طبي الطبيب يتحمل المعاناة في تشخيص هذا المرض يقوم بفحوص وإجراءات ويأخذ أشعة بعدين المريض يقول ما هو الأجر الذي تنتظره مني يقول أنا ما أنتظر منك أجر إلا شيء واحد وهو أن تعمل بهذه الوصفة التي كتبتها لك هذا الأجر لمن يعود يعود لصالح المجتمع يعود لصالح المريض لا لصالح الطبيب ما سألتكم من أجر فهو لكم هذا في مصلحتكم هذا في منفعتكم ما هي المودة في القربة ما هو معنى المودة؟ المودة حالة من الإنشداد القلبي الباطني بين المحب والمحبوب هذا الإنشداد القلبي العلاقة الروحية يطلق عليها المودة ولكن النقطة الجديرة بالانتباه أن هذه المودة وإن كانت تعبر عن حالة قلبية عن حالة في الجنان ولكن هذه الحالة لها تتمثل في مظاهر على الجوارح والأركان إنشداد في الجنان يتبعه مظاهره في الجوارح والأركان العين تمثل مظهر من مظاهر المودة إذا أردنا أن نعرف أن المودة موجودة أو غير موجودة مظهر من مظاهرها في العين وذلك يتم بالإقلال من الهجوع وإسبال الدموع في حديث قدسي الله سبحانه وتعالى يخاطب أحد أنبيائه يقول كذب من يحبني كذب من زعم أنه يحبني فإذا جن عليه الليل نام هذا شلون محب المحب عندما يأتي الليل يسبل دموعه على محبوبه المحبة تظهر في دموعه الشاعر يقول أخفي محبتكم كي لا ينم بنا واشن ولكن دمع العين يفضحني ما يتمكن مو بيد نبي الله شعيب بكى من حب الله سبحانه وتعالى حتى عميت عينه الآن ما معنى عمل عين هذا بحث آخر موكول إلى الكتب الكلامي ولكن بكى حتى عميت عينه فرد الله عليه بصره ثم بكى حتى عميت عينه ثلاث مرات لعله في الحديث كان يبكي حبا لله سبحانه وتعالى وفي نهاية الحديث إن الله تعالى قال لح لهذا سوف أخدمك كليمي يعني نبي الله موسى جعله يخدمه الآن هذا مقام نبي من الأنبياء نبي عظيم حتى في بعض المؤمنين نجد هذه المحبة تظهر الشيخ عبد المنعم رحمة الله عليه نحن نريد أن نعرف أن هذه المحبة موجودة عندنا أو غير موجودة ما هو مظهر هذه المحبة؟ المودة في القربة موجودة أو غير موجودة؟ كيف نعرف ذلك؟ من خلال هذه المظاهر؟ الشيخ عبد المنعم مؤلف الملحمة العلوية المشهورة نقل لبعض الإخوة أنه بعد ما كان ينتهي من صلاته كان يقول كان يشتغل بالبكاء مدة ساعة كان يقول كان يشتغل بالبكاء عندنا هذه الحالة عندما نكمل صلاتنا لنتذكر أن هناك فرداً لم يكن من الأنبياء هكذا كان يبكي العلامة الأميني رحمة الله تعالى عليه مؤلف الغدير نقل لأحد العلماء أنه واحد كان جاي إلى النجف الأشرف أو إلى كربلاء المقدسة فكان يريد أن يلتقي بالعلامة الأميني فسأل أين أجد العلامة الأميني فقيل له أنه يوجد في الحرم فقال وأين أجده في الحرم في أي بقعة لاحظوا هذه الحالة أمثال هؤلاء يكونون حج علينا يوم القيامة قال اذهب إلى الحرم شوف انظر أي مكان تجد فيه الضجة والبكاء والنحيب ذاك هو العلامة الأميني عندما يدخل حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه حب يتملك قلبه يظهر هذا الحب على عينه هناك الذي يوجد فيه البكاء والنحيب والدموع هناك هو العلامة الأميني هذا العنوان عنوانه البكاء تمر علينا الأيام والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه وراء الستار الغيب هل قرأنا دعاء النتبة؟ هل قرأنا دعاء النتبة؟ هل ضججنا مع الضاجين؟ حزنا على غيبة الإمام صلوات الله عليه هل عججنا مع العاجين؟ هل بكينا مع الباكين؟ هل ذكرنا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في أيام الجمع قبل الغروب؟ أولياء الله سبحانه وتعالى ينقل في أحوال بعضهم أنه كانوا يخصصون الساعات الأخيرة من يوم الجمعة للحديث مع الإمام المهم للبكاء على هذا الحرمان الذي نالنا من غيبته لقراءة زيارة آل ياسين التي تبدأ بهذه الجملة السلام على آل ياسين هذه من الزيارات المهمة التي ينبغي أن نقرأها على الأقل في أيام الجمع في عصر الجمع هذا مظهر مظهر في العين مظهر آخر من مظاهر المودة مظهر في اللسان الذي يتملك قلبه حب محبوب يظهر هذا الحب يظهر مو يظهر ما يحتاج إلى إظهار إظهار يعني عملية اختيارية لا يظهر على كلماته يدعو للمحبوب يذكر فضائل المحبوب مظهر من مظاهر الحب في الأذن وفي السمع يظهر يحب أن يسمع أخبار المحبوب مظهر من المظاهر كل ما يتعلق بالمحبوب أي شيء يتعلق بالمحبوب ينشد إليه الشاعر يقول هذا في الحب المجازي أمر على ديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار حتى الجدار مدينة المحبوب يقبله هذه هي المظاهر هذا الأجر العظيم هل أدينا حقا؟ هل أدت الأمة الإسلامية التي أنقذها خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله هذه النقلة التي حدثت هذه الأمة من الذي أنقذها؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله له حق الحياة الأبدية علينا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله له فضل على الحضارات العالمية كلها الأجر الوحيد المودة في القربة هل أدت الأمة هذا الحال؟ هل نجد حضورا لأهل البيت صلى الله عليه وآله عجل الله فرجعه هناك حديث من قول في تفسير عن الإمام الرضا صلى الله عليه في عيون أخبار الرضا حديث لطيف يقول فأقربهم من النبي أولاهم بالمود وكلما قربت القرابح كانت المودة على قدرها من هو أقرب شخص فوق الكرة الأرضية الآن إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أقرب الشخص ينحصر في وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجعه أكل الإمام حضور في راديواتنا في التلفزيونات في القنوات الفضائية في الصحو في المجلات في العالم أحد الإخوة كان قد ذهب إلى بعض بلاد الغرب لعله ثمانية ثمانية بلاد من البلدان الغربية يقول هناك أحسست بغربة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجعه لماذا نذهب بعيداً في بلادنا نشعر بغربة الإمام المهدي العامل الأول الذي يدفعنا لإحياء الشعائر المهدوية بكل أشكالها وبكل أنواعها أن هذا الإحياء يمثل مظهراً من مظاهر المودة في القربة إن شاء الله بقية العوامل نذكرها في حديث آخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نعرف قدر إمام زماننا وأن لا نكون من المفرطين في هذا المجال وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ومضاتي